اضطرتك جوز جوز مصلحة رجل قدبوية قلت هطلع لي بقرشين ادفعهم مقدمة تاكس وهيجيب له في اليوم يجي خمسين ستين جنيه اصرف فيهم على العيال الغلابة دول امو نصبوا علي يا جود نصبوا عليك ازاي واحدة واحدة كده فاهميني عمرك سمعت عن واحدة نصب عليها في خشق البكارة في شق ايه؟ خشق البكارة قصدك يان هاري سويد هو الناس بوصل لحد هنا كنت بشتغل في شقة في العجوز شغالة يعني جي السمسر وقالني جايب لك عريس بعقد عرف عشرين يوم بعشرين الف جنيه دي اليوم بألف جنيه بالزبط كده ده مساعد عرف بقى ده عقد ايجار عريس مقرف معادي السبعين سنة غوذي هادي يا جمر الزمان ايه دي يا بطلاح هادي علشان ما تحسين بشيء يا ويلت مني جتة صغيرة هيكلها قسد ها وطلع قسد ولا حرمه؟ ده لا يا ابن ستين كلب نصار قتاري الحباء اللي الداني دي كانت حبايا منونا ابو طلال ابو طلال طفش يا لهوي ابو فلوسي ربنا يعود عليك اتنصب علينا يا هناء لا دفع ايضان الشقة ولا دفع فلوسي هنعمل ايه ابو ليه؟ مطبع اللي بلغت ولا عملت حاجة هبلغ اقولي بس يا جود طب يلا بينا على فين الوقت؟ هجيبلك حقك يعني ايه معقولة؟ الناس بوصل لحتة فلانية؟ هو ده يوسف السمصار ودي امو سمسل مراده جد يا جزختي قاتلا يا خويا تشربوا ايه؟ نشرب عشرين الف جنيه وهو وقتي اتوا ايه؟ هيا ما بقاش خايفة من حاجة كلنا عالتنا الهكاية فيا ايما تدفع يا ايما نطلع كده كلنا عالنيابة بربطة المعافة مايكلتش الكلام ده معايا شوفلك حوار تاني اعمل لك الزبون هيري لا ده ناصب ده عضاية ناصب لا ناصب ولا غاسب برضاها ماضي عالد عرفي والعالد ده عندي لا ده نطربة للدنيا انت تعرفش انا ممكن اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ وقصد انت حاضر يا حبيبتي بقال لك يا اخويا بالشابورة اللي انت ده دخلنا فيها دي روّق كده انا عالعموم عندي حال يردي جميع الاطراب حال ايه؟ اقعد بس واستعدى كده اقعد انا عندي عريس يدفع اكتر بس شرطه تبقى بنت بنوت بنت بنوت ازاي اختي بعد اللي حاصل مش مؤمن انت يا اغشاء صيني هو ده كمان اتضرب؟ يعني دلوقتي وانت بتجهز البيت تجيب لها طعم صيني واغشاء؟ صوترة؟ دايما فتح بيوت يا اخويا وده بقى في منه مقاسات؟ يعني لارج وإكس لارج ولا كله ميديان؟ يا اخويا بلاصيني بلانيلا وفي احرام البلدي ده البلدي يوكل انا بجيب الحمامة وادبحها واخد حتة من جلد رقبتها وعملها زي الكس كده واملع بدم الحمامة وحط جواه جوا الحمامة؟ جوا العروسة ويجي العريس يدخل ينبسط يدفع نقبط يا بختي نوفق راسين في الحمام مو انت يا عم داخل علينا انا في شريشك وعايز عشرين الف جنيه انا عدفع تلاتين عشرين للفرخة وعشة للديك وقلتي ايه؟ وندمن مني انك المراضي ان شاء الله حتدفع اخراسة بيت انت بقولك ايه؟ ما حدش قبل كده قالك انك قوت الشيتيمة دي؟ لا دي مش شيتيمة دي معناه انك معرف للناس ببعضيها تتبسل ايه ده؟ اخراس انت بقولك ايه يا اخويا؟ ده جواز رضا واقبول يعني حلال قلتي ايه؟ طالما حلال ما تتدم وسمسم رابط الحمامة والزبط انتو المصلحة دي مع بعض ياريت ينفع معاها اه صحيح ده عايزة رابط ازازة ما تلمع نفسك يا جدعينتا؟ لا كده بقى هتلمون طاض سامو عليكم اهلا اهلا بوش الساعد من هنا ازايك يا خاي؟ ازاي كنت يا حبيبة خاي؟ ازاي كنت يا بنات خاي؟ ازايك يا عاب خد ازاي خد خد اه هت حاجة ساعه جاري؟ ايه هلوش لازمة يخلي وأنا غريبة اه هكل من خيرك يا فرفة ربنا يخليك ازاي يا بويا عاملي؟ ازاي الارض تاعة في البيت ما بيفرقوش طب وهنق والعيال ها هاتي بخليهم عايزين حاجة ها اولا دي البتة هنق بتدعي دي كلها العظيم شكوتي مش أنا شهر اللي فاته أنا بديها الزرفة بوكري كان عياخه ببالي وكننا عن رخفة مصيبة يا لحوي وبعدين ربنا سيطر الحمد لله وعرفت داري الموضوع الحمد لله ما هو اللي بيعمل خير ربنا ما بيفضحهوش أبدا خالي مش هوسيك على المصري عيب في عيني ده ابن الغالي اللي مش مخلياني محتاج حاجة بيقولك يا فوفة النقطة عناك بالدرارة ها هبعد لك مصريف أكله وعلامه وشربه وعلى فكرة أنه نقلته في المدرسة الخاصة اللي على نصة الشارع ها عارفت هبعد لك كمان مصريف إخواتي ومصريفك أنت كمان بس خالي ايو عالوات بيقولك ده الغالي ابن الغالي هلا تعال يا مصر تعال اه حبيب طب بيقولك ايه ابعثي كل اللي انت عايزة تبعثيه ما هذا مصريف المصري اه ده يتيم ومصريفه علي ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال انا وكافل اليتيم كهتين في الجنة الله يطمن قلبك الله يطمن قلبك روح يا بنتي روحوا وتبعثي بالسلامة حبيبتي طب تكل انا بقى على الله عشان نرحق الطيارة روح يا بنتي مع السلامة مصري ما تخافش يا دناي انا مش هتأخر عليك وهكلمك يوم ايوم لأ على الموباين ها اخلي بالك عليه ما تعيطش بقى يا مصري ما فيش رجل بيعي اشخاطر يا دناي ما تقطعش قال يا دناي يلا انا انا يلا انا امك سايبة معاك فلوس يا ده مصري ها بروحاتي وارا اتنعاسي لجي اجي اجي ولا او دي برعت هنا من امي اجي من خمس سينين كده اجي 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 كذنو الصفر السياحي واليوم هي اكام خمستاشر جنيه ده غير البقاشيش طبعا بقاشيش يا يا عام الزبان كله شاكلوه مالحسان يا عام انت اولاد حتتنا كلهم فيزة المهم بقى مين المعلب صاحب الاول يا حسينو صاحب الكازنو يا عام راجل من بنا هو جايا عبد الله عبد الله عبد الله فهم عليك امعلم عبدو انتو مين يلا كمان سألنا بس يا اخي انا كمال اطبع معلق ازاك يا استاذ وده جود اخويا وصاحبي اللي كلامتك عليه عشان يمسك الارضايا داعت القهوة امروح يا ابن المعلم زاكي السلم من المال ماشي معلم فيه المعلم زاكي تعالى فيه عاد ورا المكتب او خاش عليه السبعة خير معلم زاكي انت لابسة ايه لابسة ايه خرس اه معلم زاكي تبخش جود ايه ولا امت يالا اما دا المعلم زاكي هتعامي معه ازاي دا يا عمي انت صباطه بلا غيه دا الورس الوحيد ثباته و Kill هسباطه معاشي ايه لابسة ايه انت عبيت سبعة or no انت بتاخد حبة لب ه shot حبة لب what a horse بص انت تاخد حبة لب انت ااخد حبة مارت حبة حمرة حبة خاضرة انت عبيت اه انا عبيل. وده اخر انا ارحل بازاي بقى. يا عم تقول انت انا يعاني انت هتغلب. لا غيب الطريقة. حاجة لشيشة بنص جنيه. اي حاجة سوخنا بجنيه. والحاجة الساعة. ما فيش هنا حاجة ساعة. ليه? الزبان بتضرب بعضها بالأزايز. جبتلك يا عم اقول لشيه عنك الارضية. تعال. الله يجيت فوقتك يا عم ده انا عندي مشوار. خد. ياشي يا عم. سلام يا سلام. مبروك عليك المريالة يا جودة. ايوة جاي. انا جاي بقصدك بالكوتشين. لا انت حرام يا حنصي. انا حرامي. انت كل مرة تتغلق وببولة. هتدفع المشاريب يعني هتدفعها. لا اطلق ما اطفع حاجة. عليك اطلق لانت دفع ورجلك في ورابتك. ولا. ايدك يضلق تعالك يا. كده بيد ولا تعرف تعمل حاجة. يده انت بق. ايه ده ايه ده ايه? ايه يا عم ده? ايه يا ابو كده? انا سمحت يا المشاريب بكام? ثلاثة جنيه. طب قطيت السعب عشان ثلاثة جنيه. اطلق له عشان اقوة بزكارة في حاجة? لا 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 احقق علي. اصبق قبل ما يفرفع. ماشي يا باشا. هم دول فايزة يا كمال. يا كمال. زغلها بيه? ماشي يا محل. وانتك واحد قديل وغسانه. الله. 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 ميه? سبحان الله. لا لا. جودة حبيبي. انت لسه عايشة جودة. تسدق وتمن بالله. الكل كامبين انك مرت. وانا هايز بي كامبين انك عايش. حدالى بالسلامة حبيبي. فتمنى بق. مفيش عخبار عن وفاق والود مفيش عخبار ازاي يا رابي دخل وقال عالك كورساء واحدة جود الحبيب طب رايح بقى لي بقى الله يرايح بالك وما فيه وفاق في الكويت دلوقتي بقى لها فوق عن سنب بتعمل ايه في الكويت؟ بتشأل في التطريز وقمها وبعد ما جمنا خبر موتك يا جود والله زايلنا عليك المهم اتعلمت بقى أخوية التطريز وبقت تعمل بقى الفاسيتين بتاعت الأفراح الغالي قوي دي طب ما عاش تليفونها ولا عنوانها ولا أي حاجة؟ والله من وقت التاني بتكلمنا عن محمود وسعت على الموبايل بس ما بطلعش راقم يا أخي بطلع كلمة إنو كلمة طب الواد معاها؟ اه الواد معاها ما لا يروح فين وما لا يبتعمل كل ده لي يا جودة ما عشان الواد؟ رايح تقلب ربنا رايح قلبك يا تفرح قوي قوي يا جودة لما تعرف إنك عايش وإنك رجعت مصر يا رب هتسيب السماعة من هنا وعلى أول طيارة من هنا دي بتحبك حب يا جدعة بس أنت صحيح عايش يا جودة؟ ولا أنا بتحيق لي؟ لا متحيق لك أنا بقول كده برضي ده عجلات دمها مفسية يا جودة أصحى يا جودة لأوي يا أبا إيه إيه؟ أبوك يا جودة أبو أبوك يا مانو مات تاني؟ إيه حكومة عطاية التربة على دماغه؟ ليه عامة ليه هو ميت؟ أم ويخويا العيلة كلها برا عيلة مين؟ عيلتنا يا جودة عيلتنا؟ وإحنا ليه عيلة؟ أيوة عمك سعيدو عمتك جمالات وبنتو أنا عمر ما شفتوه ماهم كانوا جل مرة قبل كده وإنتم سابق إيه خرابي السلام عليكم إيه خرابي حبيبك مين يا عم وانا عرفت؟ الدنيا عطاية يا أخويا بس بقى يا أخوان شش ايه؟ ها انت عمتي صح؟ نفسي مانا خير أبويا ودقنا الله أرحمه ربنا أرحمي يا أخويا يا ربنا أرحمه خير يا عمي الدربة جالي من المحافظة قولك لازم تخلق التربة في الأيام دي وإلا اللقضة الحساء والعم بالتراب أخل التربة ليه؟ يا التربة دي مش ملك؟ ملك طبعاً دي بتاع الجد اللي هو أبو جدك أما هي ملكة يا الدولة ليه؟ قولوا له ناس كبار بعضوا حد قالوا وجاملوها مشاريع استثمارية إيه يعني بقى المطلوب منه أنا؟ يا ابني انت راجل العيلة وبنات عمك وبنات عمتك ملهمش في المشور ده؟ وأنا بقى اللي راح للتربة بحينزل معك عم صالح التربة بحيقول لك رجالة فين؟ والستات فين؟ السباة الخير يا عم صالح السباة الخير يا جودة إيه اللي بيحصل ده عم صالح؟ السباة للعاجل عشنا وشوفنا حتى الأموال بقوهم السباة كانت موت للحربة إلا ما تليه روح يا ابن موح روح لم العيلة أبل ما اللودر يقش عليهم يتحنقوا في الترابة طب ممكن تقوم معايا عشان عايزة أروله كل واحد لوحده في اللزاء ده وانت اللي عارفه هم عند عيه ده أنا طلب يا مرنس شوفتني قبت مع أحد من اللي حواليك دولي لا بلد لا بلد بس بشتغل بمزاجي إنما أقول لك إيه بقى يا جودة أبوك الله أرحبك كالحبيبي وصحبي الله أرحبك يا مسحي مارك الله أرحبك يهم يا ملاد كل من عليا يا جميع تكتابت للميت انتي كل في عالي متواماك يا عمي أموات بتوض서 الأموات يا س compr hannoواد